العمر يقولون أنه مجرد رقم. كما يقوله بالإنجليزي وبالعربي العمر مجرد رقم. أعمارنا لا يتحددها أوراق الأرزنامة ولا تحكمها معايير تفرضها مهنة معينة. شعار يرفعه فنانون للرد على أي شخص يصور التقدم في السن كأنه تهمة أو يصادر حق فنان ما في ممارسة عمله. إن غابت لياقة الفنان أو تجاوز عمره السن المحدد للاحتراف فقد يستعجل البعض اعتزاله متحججا بعمره متناسين أثار مرور الزمن التي باتت تهمة تلاحق المشاهير أو كل من تلقطه عدسات الكاميرات. فتضج مواقع التواصل الاجتماعي بصوره. الشعار ذاته رفعه رواد مواقع إنستجرام في هذه الحالة في المغرب للرد على الانتقادات التي رافقت انتشار هذا الفيديو. الذي يظهر راقصة تبدو في سن متقدمة وهي تتميل بصحبة مجموعة من الراقصات الأخريات على إقاع الدفوف الذي يبدأ بطيئا ويتصاعد تدريجيا حتى يصل إلى إقاع متسارع خلال ما يبدو أنه احتفال شعبي منظم في إحدى الخيم المخصصة لأحد الفنون الشعبية. على مواقع التواصل الاجتماعي أفرغ متابعوا الفيديو كل مخزون التنمر على الراقصة. ووصل الأمر إلى حد التجريح والسخرية من فنها وسنها. لكن الكثير من النشطاء على الإنستجرام دافعوا عنها مستنكرين القوالب والأحكام الجاهزة المعلبة التي تحصل المرأة في معايير شكلية وعمرية واجتماعية معينة. وتساءل بعضهم عما سيحدث إذا هجم رجل للأسباب ذاتها. كما حاول البعض تفند الكلاشيهات التي التسقت بها أولئك الراقصات الشعبيات. رفضين فكرة التسامح مع التعليقات التي تسيء لهنا. وبينما يدعو الاحترام خصوصية الراقصات وما يبحث في أسباب الجدل الذي أثاره انتشار الفيديو. وهكذا تنوعت التعليقات هنا حساب أول يقول ثقافة الموت يزعجها الفرح. وما يزعجه أن يرى امرأة مسنة ترقص عليه أن يقصد أقرب اختصاصي نفسي ليعالجه من الكبت والخبث القهري. مثل هذا الفيديو يمر مرور الكرام. إلا عند العقول المضطربة العاصفة. راضي العشراوي تكتب. صراحة بحال هادو ما خصوهمش يصوروها. خليوا عليكم الناس في تقار. أي اتركوا الناس وشأنها. مريم الشايب هذه تدويناتها تقول فيها مريم هذا شيء البسيط لدى انقطاع الحبل بهما. كله مع الحياة الصعبة والفقر متكثف راح يصير أكثر من هذا. والعواقب وخيمة على اعتقد انقطاع الحيل بهن. هذا ما تقصده. مشاهدين طبعا لا يعرف على وجهي التحديد المناسبة التي تم تصوير الفيديو خلالها. إلا أنه أعاد النقاش حول الشيخات التي تغيرت صورتهن من حافظات للشعر ومناضلات في حقبة معينة إلى صورة جدلية. رغم انحسار حضورهن بالنظر إلى التحولات التي عرفها المشهد الفني في المغرب. الشيخة أو الشيخات هو مصطلح يحيل إلى المغنيات والرقصات. اللواتي يؤدين نمطا شعبيا غنائيا يعرف بفن العيطة والذي يرتبط بتراث البادية المغربية. وحضور الشيخات في حفلات الزفاف والختان في المغرب قد ينثر جوا من البهجة. بعد أن تصدح حناجرهن بمواويل شعبية عادة ما تكون مرفقة برقصات أشبه بالاختلاجات التي يحتز الجسم كله معها. وغالبا ما تصحبهن جوقة من العازفين على بعض الآلات الموسيقية.